نتحدث الآن عن فريق كن أخي وهو فريق تابع لجمعية صناع الحياة بشكل عام يهدف هذا الفريق إلى دعم الأيتام أكاديميا وتربويا ونفسيا نتحدث أكثر عن هذا الفريق مع القائمين على نشاطاته وبداية بحب أرحب بمحمد نور الشيخ أهلا وسهلا بك رئيس فريق كن أخي من جمعية صناع الحياة وأيضا بحب أرحب بمشرف الأنشطاء السيد محمد العرضة أهلا وسهلا بك كيف حالكم أهلا وسهلا شرفتونا يعني بداية فريق كن أخي اللي عرفنا عنه زي ما حكيت بداية هو فريق تابع لجمعية صناع الحياة وتم تأسيسه عام 2006 حتونا عن الفريق وأيضا عن أهدافه بشكل عام فريق كن أخي باختصار تأسس سنة 2006 أحد الفرق العامل في جمعية صناع الحياة الخيرية نعم اللي هي تحمل هذا المسمى الوحيد الموجود بالأردن نعم كاسم صناع الحياة الفريق نبعد فكرته من موضوع الأخوة في الإسلام اللي قائمة على عطاء والبذل والمنح والإصلاح وبناء على كل هاي الأهداف والمعاني السامية والنبيلة تم تسمية الفريق بالمسمى اللي احنا حاليا منشوف اللي هو كن أخي ليه؟ لأنه الإيمان أصلا في الشريعة الإسلامية يعني لا يغضو كونه يعني مجرد شيء ذهني مجرد أو إشيء خامل وسلبي بالعكس تماما قرن موضوع العمل الصالح بالإيمان في أكثر من مئة موقع يعني أو موضع في القرآن الكريم نعم وفيه شغلات أيضا واضحة عندنا كمان في القرآن الكريم بشكل واضح تحكي عن التطوع زي قول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فهو خير له من هون إجا موضوع التطوع وموضوع مسمى الفريق ككون أخي هلا الفريق له عدة محاور وأهداف رئيسية بيعمل عليها منذ تأسيسه ولكن تم صياغة هاي المحاور وعادة هيكلتها ودراستها بأسلوب موسع باستشارة خبراء ومحللين وأخصائيين نفسيين وتربويين ومن هنا نبعت الفكرة أنه الفريق يكون معني بهؤلاء الأطفال الأيتام والفقراء من عدة مناحي رئيسية أهمها المنحة التعليمي اللي هو فيه فريق كامل للتدريس لهؤلاء الأطفال والمنحة الأخلاقي ومنحة الصحة النفسية والمنحة الاجتماعية نعم وكل منحة بيعمل كفريق منه ومجموعة يعني من القائمين على هذا الفريق نعم هناك فريق فرعي يقوم بما هو مطلوب منه ضمن خطط موضوعة ومدروسة طيب من عام 2006 إلى الآن شو هي أهم الإنجازات اللي قدمتوها للأيتام بما أنه هي الفئة الرئيسية المستهدفة يعني من هذا من الهدف العام لهذا الفريق بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد بفضله تعالى إحنا من بداية تأسيس الفريق حتى عامنا هذا إحنا رعينا ما يقارب أو ما يزيد عن عشر تلاف يتيم طيب من خلال إفطارات الأيتام وأنشطة المختلفة من رعاية صحية لرعاية نفسية لرعاية اجتماعية وطبعا إحنا الحالية عندما ننطلق إحنا في مبادرات ثابتة نعم يعني إن شاء الله على مدار سنة أو سنتين إن شاء الله المبادرات هي عبارة عن تربية وتعليم مبادرة بالأخلاق ونرتقي وفي عالنا مبادرة التدريس نحن حبي نحكي بداية عن المبادرات بعدين ننطلق إلى الإنجازات هلنحن سنحكي بشكل طو fighter l david الطفل اليتيم أو الطفل اليتيم الفقير هو مزيده و ذي أ 그러니까ي طفل آخر هو بحاجة إلى رعاية هو بحاجة إلى رعاية أخلاقية وحاجة إلى رعاية نفسية و حاجة إلى رعاية صحية وبعد خبرتنا البسيطة في المجال اللي هي تقدر يعني بحركة 7 أو 8 سنين وبعد مشاركتنا مع الأطفال ونظرتنا إلى بيئتهم ووضعهم الصعب وجدنا أنه هم عندهم نقص في هاي الجزئية من حياتهم يعني بتلاقي الطفل اللي عنده ما عنده أداب أساسية ما عنده أداب تعاملية ما بيعرف يتعامل ما عنده أخلاق عامة لأنه البيئة اللي حولها شوية صعبة ممكن فقد الأب ممكن فقد الأم ممكن فيه تفاكك أسري عنده في داخل العائلة فهذا إشي أثر سلبا عليه فأحنا انطلقنا في مبادرة بالأخلاق نرتقي حتى نحاول نسد هاي الثغرة عنده الطفل أو حتى نعطيه يعني إذا كانت بيئتهم كلياتها سلبيا سلبيا نحاول نعطيه جزء من الإيجابية حتى تصير حياته أفضل وأفضل بإذنه رسول أكمل اسمحوا لي هلأ أحكي عن موضوع مهم كتير له علاقة بالموضوع وبالأخلاق نرتقي بالأخلاق نرتقي شيء هادف وزي ما تفضل محمد يعني لكل الأطفال مش فقط لأطفال الأيتام نتحدث بالتحديد لو سمحتوا عشان نقدر يعني نحكي بالتحديد عن بالأخلاق نرتقي شو الإنجازات اللي عم بتقبلها هلا رح أترك محمد يحكي يعني بالأخلاق نرتقي بس اللي بدي أذكره أنه من بحوثي الدائمة في هذا الموضوع سنة 2018 رح يتم إدراج موضوع الأخلاق في المناهج التعليمية باليابان هلا إحنا نتشرف يعني ونفتخر أنه إحنا سبقناهم في هذا المنحة بفضل الله تعالى طبعا هذا كل الحكي وكمان يعني عملا نأمل أنه يكون في عنا شيء زي هيك كمان في مناهجنا لأنه إحنا أجدر أنه نسبق في هذا المجال اليابان أنا واتفق معك يعني مئة بالمئة بالضبط كلامك يعني اليابان لو لأنها يعني إحنا نحكي لها كوكب اليابان لأنها عرفت أنه الأخلاق ترتقي في المجتمع ما وضعتها عبارة عن منهاج تدريسي لكن إحنا ونرجع إحنا لواقعنا نرى نرسلنا عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة حكا أن ما بعثته لو أتمم مكالم الأخلاق صحيح هذا الكلام بس لو سمحتوا بدنا ندخل بالإنجازات لأنه الوقت لا يسعنا كل الكلام اللي عم تحكوه جميل جدا وأكيد يعني فيه له فائدة للمجتمع مش بس للأيتام لكن أيضا لكافة أفراد المجتمع أطفال أيتام وغير الأيتام الإنجازات هلأ رح أصدك الإنجازات بشكل سريع إنه إحنا حاليا إنجازات بالأخلاق نرتقي عم نرعى 20 يتيم من مركز أيتام البقعة كل يوم جمع عنا هذه المبادرة منعليهم أداب أساسية هو برنامج على مدار تقريبا سنة منعليهم أداب أساسية ثم أداب تعاملية ثم أخلاق عامة في عنا مبادرة التدريس اللي هي بتقوم كل يوم سبت برضو إحنا منرعى عائلات بحاجة لرعاية تعليمية أكاديمية بالأساسيات تبع التعليم عندهم صعوبات نطق عندهم صعوبات تعلم هذه بالمبادرات الدائمة أما بالنسبة لأننا ناخد الأعداد أننا خلال رمضان السنة الماضي مثلا الحمد لله قدمنا تقريبا لـ تمامية وخمسين يتيم أفطار نعم وزعنا 200 كسوة أيتام 200 مناصفة بين الكسوة والحقابة المدرسية الكسوة تكفي اليتيم بشكل كامل والحقيبة المدرسية هي لمدة عام كامل تكفي الطفل عملنا محاضرات في خلال رمضان محاضرة وبعد رمضان كانت محاضرة محاضرة بتحكي عن العمل التطوعي ومحاضرة بتحكي عن عكس سيرت الرسول على وقعنا الحاضر والمستقبل أما ما هو جديدنا هذه السنة أو ما رح نعمل هذه السنة بإذنه تعالى بإذنه تعالى إذا ربنا ووفقنا نزيد رقعة الرعاية بحيث أن نرعى أيتام أكثر إن شاء الله نوينا على خمس إفطارات أيتام كل إفطار تقريبا 150 طفل بالإضافة إلى حوالي 400 طفل فنحن نحكي تقريبا بألف يتيم بالإضافة إلى 200 كوبون كسوة بالإضافة إلى الحقابة المدرسية للأطفال بالإضافة أنه تم توقيع حديثا صارت مبارح بيننا وبين مطع نسبارو الإيطالي ومركز أيتام البقعة بحيث أن الأمن ما يقارب 200 وجبة يوميا في رمضان إفطار للصائمين فإحنا إن شاء الله من ألف إلى 7000 شخص سينتفع مننا السنة بإذنه تعالى جهودكم مشكورة طبعا نحن نتابع بعض الصور من مجموعة النشاطات والفعاليات بالإضافة إلى شعار جمعية صناعة الحياة وإلى فريق كن أخي طيب إذا نتحدث عن التحديات اللي بتواجه فريق كن أخي ما هي أهم التحديات اللي بتواجهكم التحديات اللي بتواجهنا بتواجه أي شخص عماله بيشتغل بالعمل التطوعي بالشرق الأوسط أو بدول العالم الثالث اللي أهمها المنح المادي يعني إحنا عمالنا بشكل حثيث ندور دائما على سبونسرز وعلى دونرز عشان يساعدونا أول شي لتخطي عقبات كثيرة بتواجهنا وثانيا شاركونا قصص النجاح اللي عمالنا بنعيشها في جمعية صناعة الحياة وفي بلدنا الحبيب الأردن يعني إحنا كل المنح اللي عمالنا بنشتغل عليه ليس منح ديني فقط لأنه زي ما حكيت سابقا الإيمان ليس مجرد شي ذهني أو إشي خامل وسلبي بالعكس عماله بتطلع على إيجاد دعائم للمجتمع بندور عمالنا على التنمية المستدامة حتى نرقى في هذا المجتمع حتى نقدر أنه ندمج الأطفال الأيتام في هذا المجتمع ويصير بالأخير مجتمع فاضل وأكيد المجتمع الأردن مجتمع متماسك وإحنا عمالنا بندور كيف نخليه متماسك بشكل أكبر على عدة أصعدة على جميع الشرائح اللي عمالها بتعيش جوه المجتمع غير التحدي المالي اللي إحنا بنواجهه وهو الأهم أتوقع وهو الأهم أكيد طبعا بنواجه تحدي آخر اللي هو الفكر التطوعي اللي هو مش موجود عند كثير من الناس واللي إحنا عمالنا بنفعل فيه من خلال المحاضرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتصالنا مع الناس يعني مثلا على الفيسبوك صار في عنا 6 ألاف مشترك وهو عدد قليل بالنسبة للملايين اللي عملها مثلا تطوع بكندا وبأوروبا وبأمريكا حتى على تويتر إحنا صار لعنا 16 ألاف فولورز يعني إحنا نتوسع في أكثر من مجال حتى نقدر نعمل لنك بينهم بين الناس بزرط 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 أو الأشخاص القادرين إذا من نحكي من الناحية الفردية الدعم الفردي أو الدعم المؤسساتي بزرط وفي قيامة حنقف قدام الرسول وحيسألنا أنا تركت لكم رسالة الإسلام يعني إحنا شو ممكن أو إنت شو عملت لها طبعا فإحنا إذا لم نتكاثف حتى ننهض بالمجتمع أولا يعني ما ما حطينا إيدانا بإيدانا بعض كل واحد بمجاله المهندس في مجاله دكتور في مجاله طبعا اللي بيقدر يدعم ماديا يدعم بقدر يدعم بشكل لوجستي يدعم وقتيتها المجتمع أنا متأكد أنه راح يرتقي وراح يطلع في مقدمة الأمم وأهنا إحنا لسنا في ديل القائمة أبدا ما في إسلام وما في مسلم في ديل القائمة إحنا دائما في مقدمة الأمم حتى لو كنا متأخرين لكن إحنا دائما في المقدمة هذه وجهة نظري وهذه وجهة نظر أي إنسان هذه الرسالة أنا وجهتها للجميع مش شرط معصولنا على الحياة بس الفكرة أنه تنطلق مع الكل الدنيا تنسى بخير دائما إذا تحركت مشاعرك فحرك أفعالك قدم شيء لي مجتمعك واترك أثر في النهاية مقولة عزبتني وقرأتها مؤخرا وهي مقولة مجازية نوعا ما اللي بتقول لكل مرئن هناك دينان دين معلن اللي هو اللي يعرفون الناس فيه ودين آخر حقيقي الدين الحقيقي اللي هو بكرس حياته لأجله نعم إحنا هون بجمعية صناع الحياة الخيرية وفريقه الأخي كرسنا حياتنا لخدمة هؤلاء الأيتام في مقابل الصحفية عملناها مؤخرا في حياة أف أم سألتني المذيعة الفاضلة إحنا اليوم مقابلتكم معنا بمناسبة يوم اليتيم حكتلا إحنا في فريقكم أخي كل يوم من أيام السنة عنا اسمه يوم يتيم يوم خاص للأيتام صحيح كل يوم من خاص السوء للأيتام وبدو الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الموجودين بالأردن يجوا على الجمعية عنا يتعرفوا علينا أكتر عشان يقدروا يشوفوا الفكر اللي إحنا موجود بين خلاجات صدورنا اللي هو نتاج لتخطيط ودراسة على مدى عشرات السنين والعقود يستحق التقدير المعدي والتقدير المعنوي وقتنا خلص بعتذر منكم شكرا لكم إن شاء الله بيكون في إنا لقاءات قادمة عشان نتحدث أكتر عن نشاطاتكم والفعاليات اللي بتقوموا فيها على مدى العام شكرا لكم أهلا وسهلا